تعادل الاهلي مع سموحها سلبيا في الدور العام في نتيجة لم يكن اتوقعها احد خاصة ان اخر مباراة للاهلي في الدوري كانت مع الجنة ايضا تعادل وبالتالي خسر الاهلي اربع نقاط من مباراتين ويمكن نتاج الاهلي في الفترة الاخيرة بخلاف مباراة ميديمال غاني فيها تعادلات كثيرة سواء في الدوري الافريقي او حتى في الدوري العام حلقة النهاردة من برنامج بكاتفاكيالها هتناقش تفاصيل مهمة جدا متعلقة باسباب تعادل الاهلي امام سموحها تفاصيل فنية متعلقة بادارة مرس الكولر لفريق الاهلي خلال الفترة الحالية جولة حاسمة بعد ساعات قليلة جدا الفريق يسافر الى تمزانيا لمواجهة يانج افريكانز وبالتالي حالة هيكون فيها كلام مهم جدا من خلال يلا كورة وجي ال سي سبورت في البداية برحب بالتأكيد مع زميلة وصديق العزيز كريم سعيد كريم مساء الفول مساء الفول لكل متابعي برنامج في كتك اهلي واكيد نادي الاهلي بيمر بمرحلة فوجة نظري ربما نبدأ هنبدأ نسميها ازمة قبل كده لو تفتكر قداما اقول ان مع بداية الموسم مع وجود بعض التغيرات في مشكلة لكن مفيش ازمة النهاردة النهاردة وبعد المباراة اخيرة اقدر اقولك ان الاهلي داخل على نفس الازمة اللي مر بيها مع بيتسو موسماني في الموسم التالي لما كسب دوري ابطال افريق في بقى حاجات كتيرة محمد ممكن نتكلم عليها واحد هل اللعيبة او اغلبية اللعبة القديمة ما عندهمش دوافع ما في الشغف يعني دي نقطة اللي كان جزي دايما بتكلم عليها دايما برجع للتصريح ده كان دايما جزي يقول تاني موسم بلعبه يعني بعد موسم بكسة فيه بطولات كتيرة اهم حاجة عندي بعيني على التدريبات اعادة الشغف اعادة الشغف ده امر خطير للغاية وعايز اقول لك بيتماشى الكلام ده بيتماشى مع حاجة قالها جوارديولا من كام يوم جوارديولا من كام يوم قال تصريح من اخطر التصريحات في تاريخ كورة القدر قال ان انا التدريبات ممكن في بعض الاحيان ما تعديش عشرة يعني ما تعديش عشرة بقية انا بقى المهمة عندي ان انا احلل اداء اللاعبين واعرفهم اخطاهم في الفيديو في النظري يعني النهاردة جوارديولا بيعزم النظري اكتر من العملي على عكس حياتنا احنا طول عمرنا الرياضة عملي درب 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 تدريب 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 ولعب ماتش ابدأ معاك اولا بتغييرات كولر نعم قبل بتكلام على شغف اللاعبة والدوافع نتكلم على تغييرات كولر نعم عايز ععرف وجهة نظرك في فكرة ان كولر يققل تغييرات وبدأ تامانين نعم ولما يعمل تغييرات ما يكمش الخمس تغييرات رغم من الدكة على فكرة فيها ياسر ابراهيم لو عايز يخليه جوه في مونطيط الجزالة وعيه لعب قرات سابتة اي لو ممكن ينزل عمر الصلاية حتى لو مستوى الفني لسه ازاي الاول بس ممكن عشر دعيد تبقى كافية لي اي تعليقات عليك بوزئية دي يا كريم طيب انا عايز ااخد نقطة تغييرات دي باربطها بنقطة عدم سابتة التشكيل اللي واضح عليه كولر في الفترة اخيه معنات الاهل احنا فعلا انا وجيت قلتلك يا محمد حط لي تشكيل سابتة الاهل اللاعب بمنذ بداية الموسم الحالي مش تقدر كل مباراة فيها تغييرين او تغييرات مؤسرين في مراكز مهمة واضحا في الاعتبار طبعا عشان برس نقف الحتة دي ومنرجع لهاش تاني غياب كهربا معناه نبتلع بدون راس هربا نحطها عنوان كده من اخر عشان بوضحين مع بعض غياب كهربا مفيش راس هربا غياب محمود كهربا عن اي مباراة للنادي الاهلي في الوقت الحالي بالسكواد الحالي النادي الاهلي يساوي الاهلي بيلعب بدون راس هربا خلصنا عشان بوضحين حد ممكن يقول لي طب بيرسيتاو يا كريم لا برضو بيرسيتاو قوته هنتكلم عليه على الاطراف مارسيل كولر مؤمن ان هو بيعمل توليفة وعايز القايمة كلها قايمة كلها تبقى نفس السيستم بنفس الطريقة اللي كان بيفكر فيها فيلال دي مش طريقة جديدة هو جوزي نفسه كان نفسه مدرسة وفايلال امان نكحت معاه قبل كورونا لو تفتكر الاهلي كان فيه منظومة دينامكية بتلعب بتكمل بعض اي حد يغيب ما بتحسش ده غاب ده نزل ده مش وكولر على فاكرة يوصل للحتة دي ممكن تبقى يعني في الفترة لو اللي اتكلمنا عليها في الحالة اللي فات يا محمد الفترة لما كهربة رجع بعد شهر يناير الفترة دي كانت يعني افضل فترات الاهلي مع كولر وفي النص التام للمسلم اللي فات قدر ان هو يعني يقضي على الاخضر واليابس تمام؟ طيب يعني الظروف ما بتمشيش دايما على هواك وعلى مزاجك انت بتحط سيستم انت مؤمن بي اوكي لكن فيه استثناءات فيه استثناءات انت النهاردة ما عندك شرافة هيت انك ما تغيرش ليه؟ لان انت اصلا تلعب ناقس انت اصلا بتلعب ناقس هو انت مجبرة عليه لان الكهرباء غايب طيب صراحة محسن ما توفهاش وانت شايف انت بتابع اعداء اللاعبين في المباراة مسؤوليتك ومفروض مسؤوليت تحليل اداء المفروض يكون قاعد في اعلى موقف الازداد ده ده انا عرفت فيه تيم المفروض يكون قاعد فوق بيتفرج وبيصور وبيتكلمك بالإيربيس او بيكلمك عن موبايل او بيكلمك عن لوكي توكي ايا كان بيكلمك على ايه ويقولك خلي بالك فلان كزا علان كزا طب هنترجم ده بايه بالارقام والفرص هديك رقم كارسي يا محمد رقم كارسي عارفين براح الاهل اشعاد كم كرة على المرمى على المرمى طوال احنا شو الاول كان كم ديئة وقت بتضايع 45 وهو اعتقد حسب 2 او 3 ديئتين ادي 47 ديئة 47 ديئة وعندك في شهود التاني 50 ادي كده انت بتتكلم في 97 ديئة 97 ديئة مباراة كاملة الاهل شاطع عمارنا هالي سليمان كرة واحدة ما بنتردت بنتردت خشباية كرة واحدة بسديدة واحدة؟ واحدة 14 كرة تسديده خليج المرمى طب خدوا الرقم الكارسي التاني 15 كورنر للأهل في مباراة مقابل كورنر واحد اللي اسموه بس الاستفادة من 15 كورنر ايه؟ 15 كورنر في استفادة منه؟ سفر سفر بيتلعب بنفس الطريقة؟ سفر حتى ايفي لما حاول اللاعبه يلعابه الكورنر على القريبة معي مقرية هو انت امزعش مني محمد هو انعاسف يا هو الاهلي بيحال أدائي منفسين والمنافسين بيحاليوش أدائي الاهلي اكيد بيحالي لها بالعقل يا عبدالين مباراة لأحمد سامي أصلاً لاعب بطريقة مش بتاع تسمحها خالص ما انت سامي انت بتشتغل غيرك بيشتغل انت بتلعبش لوحدك انت بتلعبش نفسك فلازم ان انت تبقى فاهم كويس ان الامور مش هتمشي على هواك انت مؤمن بانك لازم تسيب اللاعب يلعبه أكبر عدم من الوقت زي فكهة جورديولا مهجور ديولا في ماتش ليبربول ولا تغيير بس هو عمل فرص ايه يعني كان فيه متاج هو عمل فرص لما هاجه اسأل جورديولا انت مغيرتش ليه ببساطة هيقول لي وغير لها كليم انا اللافت للنظر برضو يا يا كليم احنا بتكلام على التاغيرات وطريقة اللاعب والفرص والأرقام اديها تمانين وعمل تاغيرين نزل عبدالقادر وزعلوك لكن السلية يعني حتى لو السلية راجع بعد غير خمس شهور ما ياخدش حتى خمس دقيقة عشر دقيقة انا معرفة طبعا وجهة نظر وهو طبعا هي يقولك مثلا بتخيل ردوده واحد يقول موكي اول ازراد يقولك هو مش جاهز مثلا وانا النهاردة كان متل القرنة بتاعتنا كان عندي ناقص وفانا الاهلي عنده ناقص بصدر الغيابات اللي موجودة حاليا اتنين هيجي يقولك موكي مثلا كده كان اصر انا متمالك خط الوسط مع سموحه حتى ما كانش بيعني على اي حجمات ده الكلام ده هيتقيل وانا كنت شايف ان انا محتاج اغير اي حاجة في الديناميكات بتاعت خط الوسط بتاعي وانا كمان لعبتي في خط الوسط فانوش يفتقدوا لللياقة البلانية تاعتهم فانا محافظ انا كل مشكلتي ازاي اعمل الفاني انا بوصل بس ما عنديش فانيش بس عايز اقول بقى حاجة بصراحة يا محمد ماتش مباليح كانت حاجة جديدة وخلينا نمشي احنا نمشي بالارقام الارقام تجب اي وجهة نظر النادي الاهلي الشوت الاول كان شكله اهل شوت تاني على العكس الموسم الفات موسم الفات كان دائما الاهلي بيبقى شكله افضل شول تاني حتى لو عنده يعني ما فنش شوت الاول بيخلص شول تاني مزبوط بفضل اليقة البدنية بفضل المنافس قدامه بيتعب ببقى انه بيغاية اسلوبه كان تحكي الاهلي بعملها الساعة فات السنة دي عايز اقولك معظم لو انت جبت الموبايلات للاهلي مثلا سينبا في تنزانيا شوت الاول احلى من التاني مزبوط سانداونز في الكاهرة شوت الاول احسن من التاني ايه يا رب تاني ممكن مطشوتك دوري حقا مطش الجونر مطش الجونر شوت الاول احسن من التاني ايه الازمة ايه المدلول المدلول الاهلي دايما بيلعب الشوت التاني ايه يا ربحك تاني لما اضغوط في النتيجة ومش عارف يلعب للفريق التاني عرف مفاتيح لعبك وقفل هيلك وانت عمش حدود هو ده اللي بقالهولك لو احنا ربطنا اساك وربعك كولر لازم لازم يغير من افكاره انا مش مختلف معاها انا مش خالص والله افكاره حلوة جدا وبيفكر ممتاز بس ساعات لازم تغير افتحك كده محمد جوارديولا مع دول الابطال الاوروبا فد المؤمن ان انا زي ما هلعب في الدوري هلعب في دول الابطال يا عم الحاج دي منافسة ودي منافسة الخصم هنا غير هنا المحليين عارفين بعض البطولة القرية مش عارفين بيلعب وصاليب بتلاعب مدارس مختلفة ده لي اسلوب ده لي ستايل كل واحد له ستايل مختلف انت عم حريف ومسك الكرة وكل حاجة جوارديولا ماكسبش دولي ابطال اوروبا مع السيتي غير بعد كم مرة بعد ما خسر فاينال قدامة شيلسي وبعد ما خسر سيمي فاينال كده كتير كتير وماكسبش مع بام وهو طلع اه حتى هو نفسه حتى في موضوعه مع الليفر بول في موضوعه مع الليفر بول كان بيلعبها اوبين جيم جدا 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 بطل يعمل الكلام ده عشان ما تغلبش طيب مبرز بتبقى افكار المدرب والمدرب المدرب ممكن يغير من افكاره نعم وكولر اللقطة اللي حصلت انبارح في استاد المقولين من احد المشجعين نعم ممكن ناخدها في الجانب الايجابي لان ليها جانب سلب وليها جانب ايجابي نعم عايز اعرف اولا الجانب السلب من وجهة نظرك ايه والجانب الايجابي هل ممكن تخلي الكل ياخد باله لأ الموسم اللي فات خلاص انتهى ركز في اللي جاي لان المشجع كان بيقوله فوق اه انت نايم تغييراتك طيب انا متفق معاك ان هي حتفوق اه دي حقيق على فكرة المواقف نفسه هيعمل حاجة عند الراجل في حاجة غلط انا مش مواضح ان الناس مش مبسطة مني دي حقيقة وصلت انا مختلف بس مع المشجع ان احنا الكلام يعني هو الكلام كان ايه اه دايريكت ما بينه ما بين المدير الفني بسبب وجود المشجع في مكان قريب من ديكة البودلاء عرف لو هو اقعد في درجة التانية عن ناحية التانية صحب اقعد في درجة التالتة انا اقول لك خلاص يعني حتى ايه بي لو فيه هتف جماعي ما عنديش ازمة ده وجهة نظر الجمهور انما الجمهور انا في وجهة نظري غير مطالب ان يخش فيه شجار زي ما شفت الفيديو الفيديو تحول الى شجار شجار لفزي مع موديل فن ده انا ارفضه وما ينفعش النهاردة ان هو يتفوه بكلمة اللي هو ما قال له غور لا يا صح ما ينفعش الشكل وحش اه انتقل زي ما انت عايز اعمل الفواءان اللي انت وانا معاه وعا فكرة حاجات دي سعبت فيه جدا زي ما على اللعيبة كان لما كانوا يتغلبوا كزا مطش والجمهور يجي في التدريبات او يجي في المشتر رسمية يديهم كم اه يعني هتاف نخضي فيفوق يفوق الفرق اه انا 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 منتفق على فالرياضة منتفق جدا 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 بس انا ضد الشكل لان ممكن الشكل ده يدخلك في دوامة تانية خالص لا ده ممكن يدخلك في دوامة تانية خالص 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 مع الجهاز الفاني او حتى مع اللعيبة وانت لا تدري لا تدري ايه الداخليات بقى ما تعرعت عمك ما تعرف طيب ممكن يتساعد مش كيه كبير طيب بعد اللقطة دي نا وممكن ناخد بنا الجانب الإيجابي ان هي تخلي كولر يعيز حساباته شوية في الجزء اللي انت تكلمت فيها طيب اللعيبة شغف اللعيبة الدوافع بتاعت اللعيبة برضو في جزء اكيد على اللعيبة اه طبعا طبعا مليون في المية واضع بص الفرج على مطش مبلاح كويس قوي والله انا فيه هجمة بعمل ايه ساعات يخلي الوينجر يخش هو اللي عمك ويطير من وراه الفول باك او يخلي حد من خط الوسط هو اللي يعملها لو مش عايز يطير للفول باك عشان يأمن الهجمات المرتدرة تمام عايز اقولك ان احنا السنة اللي فاتت السنة اللي فاتت الزمن بتاعنا عشان نقدر نختارك المنافس كان ماكسما من ثانيتين إلى ثلاث سوائن لما الكورة في التلتة الاخيرة من ثانيتين إلى ثلاث سوائن مبارح فيه هجمة في الشروط الأول في الشروط الأول كان امام عشور بيعمل اللي على الجابهة اليومنا واللعابي اللي داخل للعمق بيديه لكور الهجمة خدت من 4-6 ثوائن قصد عشان توصل للزمن ده للزمن ده كسام طيب دعابي تسموه حرجات دعابي تسموه حرجات وخلي بالك مهم يقولك ايه دايما في القوات العرضية الحق العب الكورة العرضية والمدافع رجع بظاهره لسه موقفش ليه عشان تلعب للكورة في بلايند سايد تلعب للكورة في المنطقة العمية هم مش يشوفها يعني اللعب لو راجع كده للدفاع وانت لعبت الكروس هم مش هلحة يبص هلحة ازاي لو انت لعبت الكروس واللعيب رجع ووقف وتدور ومسك المهاجم خلاص بقى فيه أفضلية ليه هو على المهاجم طيب كريم أختي معك بطوبك مهم جدا انتكلمت فيه كشكل فني لما الأهل بيبدأ بأفشة وإمام عشور يمكن انت قلتلي في بداية الحلقة ساعات بيكملوا مع بعض المباراة لما بيحصل تغيير لكن المرادة الاتين بدأوا في التشكيل الأساسية وانت شاف نوجة نظرك فيه قفلة في طريقة الأداء في وسط الملعب لما يكون موجودين مع بعض هو واضح جدا من مباراة المباراة أنا بقيس على مكش مباراة اللي المباراة كان هم أسسيين وكان واضح جدا 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 في أوقات كتير مباراة أنا حبدأتكلم من أفشة في ملعباة ديها 80 مزبوط طيب قزمة خط وسط الملعب داد الأهل لما رجع مكش مباراة محمد هنلاقي في أوقات كتيرة اللي أفشة وإمام عشور بيروحوا لنفس المنطقة وبالتالي انت هنا بتخسر بتخسر مناطق كتيرة ممكن تلاقي فيها حلوة دايما واحدة من النقط اللي لازم وديدي فاني ياخد بانه منها هي تشابه أداء اللي عيب تخط الوسط مع بعض تعالي نعمل فلاشباك كتا أيام جوزين خط وسط النادي الأهلي كان ماشي بسيستم لغاية لما جيه أحمد حسن كان تغيير أحمد حسن لما جيه ودخل خط وسط ملعب النادي الأهلي حصل دروب الفترة بسبب تشابه أداء أحمد حسن مع مين؟ مع ابو تريكا كانوا الاتنين بيروحوا لنفس المناطق وأحمد حسن طول عمره بيلعب تمانية وبيحب يكمل عشرة ينزل السلم القرة ويخش يكمل أحمد حسن خالبك بجد والله أحمد حسن ده أسطوري ده أسطوري ليه؟ لعب ستة تسعة من عشرة يلعب تمانية تسعة من عشرة يلعب بلاي مايكر تسعة من عشرة كان حاجة رهيبة يعني فبالتالي لما جيه فترة دي ونص الملعب بقى فيه قزمة بينه وبين ابو تريكا مش عايفين لعبه مع بعض لأنه المكان ده يستحمل لعب واحد مبارح أفشة وإمام عشور اللي يبص على الملعب حيلاقيهم بيروحوا نفس المناطق حتى كزدات كان من اللي بيشفوطوا الشوت الأول مر إمام عشور مر أفشة مر إمام عشور مر أهوما بشنوا من بره مطاعة الجزاء وكل واحد من نفس المنطقة طيب لما أنت بتلعب ديانج مروان عطية إمام عشور ما بتلاقيش المشكلة دي ليه؟ لأن أسلوب لعب ديانج أسلوب لعب مروان عطية مختلف تماماً عن أسلوب لعب إمام عشور وإمام عشور أكتر واحد في الثلاثة عنده نزعة هجومية وعنده نزعة صناعة لعب فبيسيبوا له الحتة اللي قدام فهتلاقي ديانج مبابلات النادي الأهلي والثلاثة دي موجود أداء خط وسط النادي الأهلي أعلى لما تحطوا لقليميكر حتى لو تشتكي إحنا جينا بفترة وقلنا إن كولر مؤمن بعد موجود مركز صناعة اللعب وحتى قفشة دلوقتي لما بيلعب ممكن ما تحيس نوصل على اللعب هو عايز يلعب هو بيلعبه ثمانية لكن قفشة غصباً عنه دي في الدم ده مركزي فنباه راح ظهرت قوي وظهرت إن إنت مش عارف توصل الرباع الأمامي لما الوقت بدأ يضغطك هدي برضو رقم إحنا أرقاب نهر سيباية قوي شوته الثاني شوته الثاني النادي الأهلي من ديئة 62 إلى 62 لغاية الديئة 82 إلى 20 ديئة كاملة ما عملتش للكرة عرضية فيها شبه الخطر كرة عرضية واحدة كرة واحدة لأ عملت كتير بس اللي بقولك فيها أعنى شبه خطر آه يعني الكرة عرضية فيها أكتب 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 مع فيش فرص أصلاً ما فيش فرص هو حط أرباع أماميين عشان عايز يضغط سموحها ووقفهم هو أصلاً ما مش عايز يطلع إنت مش محتاج تحط للأرباع أماميين المشكلة في التحرك هو تفاجئ بطريقة لعب سموحة وطريقة أداء أحمد سامي وما عارفش يعدل في التسام أنا ما أضعش أقول الجمهور كده يا محمد عارف ليه؟ لأن إحنا ليس بنقول إن هتبقى 90% من مبارياته في الموسم سواء محلياً أو أفريقياً هتلعب فرق بتلعب بالسيستم ده؟ مش إحنا قلنا مفيش أناقاسة هما فرقتين بس اللي هيهجموك سان داونز والوداد بس دول اللي هيبقى عندهم ها وحتى بيراميز لها ما بيهجمكش السنين فاتي بيراميز لعب معاك مفكرش هيهجمك بس طيب سريعاً كده غياب حمد فتح عن المكان ده هو اللي عمل الأزمة الفنية دي؟ هقول لك إن أنا فاهم وجهة نظرك حمد فتحي كان بيديك وركريت عالي جداً إنت بداش قلنا أخصي الوركريت معك مرة أعطيبة معاك ديانج إنت اللي بتغير أنا مليش يعني مبارح مسحة أكسو إيه اللي عادي ينجح تيوفي في الكبدات المبررة لما كنت لأ لأ إنت إيه غيرت ليه؟ إنت ليك فكر طب ما كنت حط أفشة وارقة باك واستخدمها ولعب زي ما إنت محمد جد والله موضوع عدم تثبيتي تشكيل لغاية المونديال ده أمريكا ريسي أمريكا ريسي وكمان في نقطة بدري أول فكرة الإجهاد من دلوقتي لا ما فيش الجهاد لا إجهاد إيه ما فيش الجهاد لا 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 الروتشيا بتاعي مفني مش إيه؟ لا إجهاد يا باش أنت جاي من فترة إيقاف كم 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 أسبوع عجازة أسبوعين مفيش ماتشاط بتتمرن أه بس فيش ماتشاط عندك فيش ماتشاط فيش ضغط العصبي طيب عموما لسه عندنا ماتشاط تانية مهمة إن شاء الله ماتشيانجا أفريكنز السبت نتمنى التوفيق وناتمنى يكون فيه تغيير شوية في الشكل تتوقع هذا؟ أتمنى تثبيت تشكيل لازم يسبت تشكيل ويرجع بس مش التشكيل دي يلعب في تنزانيا؟ يرجع ليه فين؟ في التشكيل دي يلعب في تنزانيا؟ مستحيل مستحيل لا 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 مش عصل تثبيت؟ لأ، أنت عايزوا يلعب بإمامه وأفشن بلاك المبارقة في تنزانيا؟ مستحيل مستحيل طب كريم أنا مشكورك وكل التعفية رب لنادي الأهلي في موقعات التنزاني في الجولة التانية لدورة أبطال إفريقيا شكرا لحضراتكم وإلى اللقاء